ولكن أيضاً أين الأمة الإسلامية من هذا الجوع وأين واجبنا والله لو كان عندنا جزء يسير من منهج التزكية ومن منهج ريمان لا يمكن أن نرى إخواننا يجوعون ثم نأكل ولا يصل إليهم طعام أهل مكة على كفرهم والشركهم قالوا أيجوع أهل آشم ونحن نأكل الطعام ما رضي المشركون بذلك فما بال المسلمين اليوم مليارين يجوع أهلنا في غزة ثم لا يتثور ثائرتهم لإيصال الطعام فقط إلى أهلنا في غزة أين المسلمون إذن أين نحن المسلم وأخو المسلم أم أنه كذب أين نحن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجزد الواحد أين نحن ما آمن به من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم ما أقول خمسون دولة إسلامية لا تستطيع أن توصل الطعام إلى أهلنا في غزة ليأكلوا علف الحيوان وبعد ذلك من نتحدث عن منهج التزكيه ومن نتحدث عن رمضان وعن صوم رمضان وعبادات نؤديها في المساجد وأهلنا يقتلون ويجوعون ترى يقبل الله منا عباداتنا هذه لله الأمر من قبل ومن بحث